استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد للعام الحالي وذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجيهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي وبدورها في تحقيق رؤية مصر 2030 في هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبنها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة اتصاقا مع رؤية مصر 2030 مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة